طيب النهاردة بقى فعليا انطلاقة منتخب مصر في كاس العالم اللي ان شاء الله باذن الله هتبتدي من 13 ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف منتخب مصر يوم 31 اللي هيكون ختام البطولة وان شاء الله باذن الله اعتقد ان وصول المنتخب المصري للمباراة نهائية هيبقى انجاز كبير جدا وللأ يعني من حقنا جدا نحلم بما ان البطولة على ارضنا ان احنا نحلم بالتتويج النهاردة بداية المشوار هتكون مع منتخب تشيلي المباراة دي طبعا هتتلاعب بعد انتهاء حفل افتتاح مباشرة وهتكون ضربة البداية طبعا ضبن ماتشاط المجموعة السابعة اللي مع مصر وتشيلي فيها بيكون منتخب السويد واحد من المنتخبات القوية جدا على مستوى العالم ومنتخب مقدونيا طبعا بعد ما اعتذرت الشيك عن المشاركة بسبب اصابة عدد كبير من لعبتها بفيروس كورونا منتخب طبعا في حال اذا ما قدر ان هو يحقق اول فوز ليه النهاردة اعتقد هتكون دفعة كبيرة جدا ليه في مشواره في المونزيال يتبقى لنا بعد كده السويد ومقدونيا السويد هتبقى مطش او هيبقى مطش مش سهل لكن الى حد ما يعني ممكن نحاول فيه وطبعا نختم مطشاطنا في المجموعة السابعة مع مقدونيا ترجمة نانسي قنقر